بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم بشهادة مولانا الإمام الحسين عليه السلام ثلاثة مزايا في محاضرة الشيخ الوائلي رحمة الله عليها نفتقدها اليوم أولا العقلانية خطاب الشيخ الوائلي رحمة الله عليه يعتمد على المنهجية العلمية الموضوعية في معالجة القضايا التي يتناولها بتحليل طبيعة الموضوع ثم عرض الآراء المختلفة حول هذا الموضوع ثم مناقشة هذه الآراء ومحاكمة هذه الآراء عبر البرهنة والاستدلال بعيدا عن التهويل والأساليب العاطفية التي تحشو خطاباتها بالروايات الضعيفة والمنقولات غير الموثقة والسرد الأطياف والأحلام صحيح أن العاطفة مدخل للتأثير على الفكر والسلوك ولكن ضمن الحدود السليمة الضوابط الصحيحة وإلا تحول المنبر إلى مسرح لعرض الأساطير والخرافات والشطحات والغلو والمبالغات كما أن العصور والأجيال تختلف وتتفاوت فإذا كان المنهج العاطفي مقبولا ومؤثرا في عصر وجيل سابق فإن شرائح المثقفين في هذا العصر لا تقبل لا تقبل إلا الطرح العلمي المنهجي وكذلك التي تبين التيارات الأخرى والمدارس الأخرى وبعد ذلك يكون هناك تحليل وطرح دين عقلاء من هو أكثر صوابا وصحة إقبال الشباب والمثقفين والأكاديميين دائما وأبدا إلى يومنا هذا على محاضرات الشيخ الدكتور الوائلي وتأثرهم إلى يومنا هذا بإطروحاته دليل على نجاح هذا المنهج وعلى فاعليته فعلى جميع الخطباء أن يقتدوا بهذا الأمر الميزة الثانية الاعتدال اتجاه الآخر الاعتدال اتجاه المذاهب الأخرى الأديان الأخرى فشيعة أهل البيت عليه السلام لا يعيشون وحدهم في صحراء نائية ولا يمكنهم الانعزال عن محيطهم ومجتمعات أوطانهم وعالم اليوم تحول إلى قرية واحدة والمنبر الحسيني يجب أن يوجه الجمهور الشيعي إلى الانسجام مع محيطه في الوقت الذي يتحمل فيه المنبر مسؤولية الدفاع عن خط أهل البيت ومنهجهم الإسلامي الأصيل وكان هذا الأمر من أصعب الأمور ولكن الشيخ الوائلي قد أبرع في ذلك أدرك الشيخ الوائلي مدى الحاجة في ساحة الوطن العربي عفوا إلى توضيح معالم مدرسة أهل البيت عليهم السلام وتبيين حقيقة مواقف أهل البيت عليهم السلام آراءهم العقائدية الفقهية في مواجهة حملات التشويه والتعتيم التي تغذيها قوة سياسية ومصلحية لا تريد الاستقرار والوحدة للشعوب المنطقة وكذلك أمة الإسلام الشيخ الوائل اعتمد منطق الاعتدال في بحث قضايا الخلاف المذهبي دون أي إثارة أو إساءة للطرف الإسلامي الآخر وكان يثبت لهم دائما وأبدا أحقية الإمام علي عليه السلام بعد الرسول أحقية الزهرة سلام الله عليها بفدك أحقية الإمام الحسين عليه السلام بالخلافة على الأمة الإسلامية وبهذه الصورة واجه الفتن الطائفية والإثارات المذهبية ولكن ماذا؟ بعيد عن إسلوب العاطفة بعيد أن يدخل في هذه المتاهات فكان الاعتدال هو اتجاهه دائما ونجح في ذلك ونحن أحوج ما نكون إليه اليوم ونحن نعيش هذه الفتن الطائفية والمذهبية خصوصا في عراقنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا تعود أبدا كذلك ماذا؟ لديه تحديث للغة الخطاب يعالج مشاكل الحياة المعاصرة ويطرح النظريات الحديثة في الفلسفة في الاقتصاد في الاجتماع بمختلف ميادين المعرفة باستخدام المصطلحات الأكاديمية العلمية وتقريب مضامينها إلى أذهان المستمعين بشكل سلس وسبحان الله خطابه هو السهل الممتنع كما هو بسيط كما هو صعب لا يستطيع أحد إلا النادر أن يجيده ولأن الشيخ الوائل يتمتع بحس أدبي مرهف والذوق بلاغي رصين كما يظهر ذلك من شعره ونتاجه الأدبي فقد انعكس ذلك على لغة خطاباته وعبر استشهاده بروائع الشعر العربي تصويره لمختلف المواقف الإنسانية بخيال أدبي رفيع هذا كله من مميزات خطاب الشيخ الدكتور الوائلي رحمة الله عليه وهذا ما نفتقده اليوم ما نفتقده اليوم على منبر سيد الشهداء منبر الإمام الحسين عليه السلام هذه ثلاث مزايا وأنت وأنت برأيكم هل هناك مزايا أخرى لخطاب أشيخ الوائلي فأضيفوها في التعليقات كي يستفيد منها الآخرون برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام